اشتركوا في القناة كيليان بابي هدف المباراة الوحيد بالدقيقة الرابعة والثلاثين ليحقق الفرنسيون فوزهم الثاني على التوالي ويتاهلون للدور الثاني في الصدارة برصيد ست نقاط بينما انضم منافسه البيروفي لقائمة المودعين لمونديالي الفين وثمانية عشر بعدما تلقى خسرته الثانية ودخل كيليان بابي تاريخ المنتخب الفرنسي بالهدف الذي احرزه في شبك بيرو خلال المباراة واصبح مبابي اصغر لاعب يسجل بقميص فرنسا طول تاريخ مشاركاتها في كاس العالم اللاعب البالغ تسعة عشر عاما اصبح كذلك اول لاعب مولود بعد تحقيق فرنسا لكاس العالم الف وتسعمائة ثمانية وتسعين يسجل هدفا في منافسات المونديال ويبلغ مهاجم باريسان جيرمان الان تسعة عشر عاما ومائة وثلاثة وثمانين يوما وخضم بابي ستة عشر مباراة بقميص الديوك سجل خلالها خمسة اهداف علما بانه بدأ مشواره الدولي في مارس الفين وسبعة عشر واعلنت اللجنة المنظمة لنهاية مونديال روسيا هذا الصيف عن اللاعب الفائز بجائزة افضل لعبا في مواجهة فرنسا وبيرو بالجولة الثانية من دور المجموعات وحصل كيليام بابي على جائزة افضل لعب وعش ديدي ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا اكثر من لحظة سعيدة بعد الفوز واحتفل ديشامب الفوز الثاني على التوالي للديوك في مونديال روسيا ليكون ثالث المتاهلين لدور الستة عشر برفقة اوروغواي وروسيا ثنائي المجموعة الاولى كما اشارت شبكة سوكوكا الى ان ديشامب تأول مدير الفني يقود منتخب فرنسا للفوز في خمسين مبارات وتولى ديشام تسعة واربعين عاما قيادة الديوك في يوليو الفين واثني عشر خالفا لزميله السابق في المنتخب لوران بلا ويبلغ اجمال ديشامب مع منتخب فرنسا ثمانية وسبعين مبارات لم يعرف خلالها التعادل سوى في اربعة عشر مرة مقابل خمسة عشر خسارة وسجل الفريق تحت قيادته مائة وواحد وخمسين هدفا مقابل ستة وستين في شباكه كما قالت شبكة أوبوتا للإحصائيات إن فرنسا حافظت على نظفة شباكها أمام منتخب أمريكا الجنوبية للمرة السابعة على التوالي في كأس العالم حيث كانت البرازيل آخر من سجل في مرماها خلال نهايات الف وتسعمائة ستة وثمانين وحسمت ديوك عبورهم لدور الستة عشر من البطولة بهذا الانتصار حيث احتلوا صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ليرافق الأوروغواي وروسيا عزيزي متابع قناة عرب قول ما رأيك بأداء المنتخب الفرنسي في ثاني مباريته في المونديال شاركنا برأيك شكرا للمشاهدة